بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة جماعة ان شاء الله هنشتغل على الاستعلام احنا عملنا استعلام قبل كده ولكن ما كناش محددين ليه هدف معين كنا بنقول ان انا ببحث في اي عمود ولكن هنا نفترض ان احنا عايزين نبحث بقى باكثر من معيار في حاجة محددة يعني نفترض ان احنا عندنا العمال اللي شغالين دول انا عايز ابحث عن اسم عامل معين واشتغل خلال فترة معينة عمل قد ايه يعني دخل المخزن قد ايه بضعه وسحب من المخزن بضعه قد ايه تمام كده يبقى هنا فيه هدف احنا شغالين عليه تمام طيب الحاجات اللي انا محتاج لها طبعا data grade view فبقول له انا مسميها q2 احنا في الصفحة q2 يبقى قلت له q2 dgv تمام طيب ومحتاجين ايه تلاتة لابل برضو حيبدأ بq2 label 1 وq2 label 2 label 3 وهكذا جماعة زي ما احنا متعودين طب وهنا الكمبو بوكس برضو نفس الحكاية q2 cmb1 وعندي هنا اتنين date time baker برضو نفس الحكاية q2 dtb1 وده حيبقى b2 ماشي طب وهنا برضو في الزراير البطن الاولاني q2 button1 وهنا q2 button2 ممكن هنا نعملو مع بعض q2 button2 button2 ماشي ونشوف الثالث كمان نسمينه ولا لا نسخ الميزة هنا عندنا جماعة اننا لما بغير اسم هو بيغير كل الاكواد المبنية على هذا الاسم يعني مش محتاج اروح اغير حاجة فحاجة هنا في البطن 3 هقول له هنعمل لسق وحخلي دي ثلاثة تمام كده طيب اه دي الحاجات اللي احنا محتاج لها كلها محتاج اعمل عملية بحس محتاج هنا ارجع الجدول يعني انا بعمل بحس فبيطلع لي مثلا خمس ست اسطر او حسب الحاجة اللي انا ببحث عنها لو عايز ارجع الجدول الاصلي بضغط على كلمة البيانات وهنا المسح بيمسح للتلاتة دول وبرضو خليته بيرجع الجدول بتاع البيانات طيب تعالوا نشوف كده واحدة واحدة احنا عملناه المفروض لو انا رحت عداته ست وعشان عايز اتكلم في حاجة موين في احد الاصدقاء قال لي ان انا دلوقتي اكن بقى في جدول جديد فهو معتقد ان انا هعمل فيه اضافة وتعديل وحسب لاجا معا ده جدول وهمي يعني ملهوش وجود انا بس مجرد من خلاله خدت الكود اللي انا عايزه وعشان كده عملت جدول تاني ممكن ما كنتش اعمله برضو يعني احنا لو جينا هنا ايه الفرق بين الجدول ده والجدول ده كونفجر هقول له انا ما جيت اعمل الاستعلام يعني ما كنتش عايز اسم عامل المخزن ما يخصنيش في حاجة يعني ما تفرقش معايا اسم عامل المخزن فعشان كده عملت جدول جديد هو هو بالزبط ولكن هو شال عمود منهم اللي هو كان العمود الاخراني يعني بعد عمود التاريخ كان فيه العمود اللي هو اسم عامل المخزن شلته من هنا طيب كان ممكن ما اعملهوش خالص طيب هزا الكود هنشوف بقى هنستخدمه ازاي وتعالوا واحدة واحدة نشرح مع بعض وبعدين حرج على الجداول دي عشان اوريكو انها جداول وهمية ولا لها اي لازمة لان انا في الاساس شغال على الجداول الاصلية هي اللي بعمل فيها اضافة بعمل فيها تعديل واي تعديل او اضافة او حسف بعمله في الجداول الاصلية هو بيتم هنا في الجداول الوهمية اللي انا عاملها طبيعي ما هي نفس الحاجات تمام كده طب تعالوا بقى نرجع واحدة واحدة كده ونشوف عملناه اولا انا هنا عايز بدل منك تبقى سامي العمال تاني لا اعبي الكمبو بوكس ده بقى سامي العمال طب هعبيه ازاي هل في بداية التشغيل ولا لا قلنا بقى خلاص بداية التشغيل ده لما يكون حاجة عايزة في بداية التشغيل ولكن هنا انا هخش على الكيوتو اللي هو استعلام رقم اتنين يبقى هقوله ساعة مخش على الاستعلام رقم اتنين اعمل بقى الحاجات دي يقوله املالي اول حاجة الكمبو بوكس باي عمود تمام كده طب انا عايزة حط فيه اسامي العمال طيب احنا خدنا الكود ده قبل كده هنبص عليه بس مش هنشرح في حاجة لو رحت للجداول كده هلاقي فيه كود عندي يا جماعة اسمه تعبئة اهو الكمبو بالعمود وكان بيعتمد احنا طبعا خدنا بالتفصيل كان بيعتمد على تلت حاجات اسم التيبل اللي انا شغال عليه وتاني حاجة اسم العمود اللي انا شغال عليه والكمبو بوكس طيب انا عايز املأ من ايه المفروض ده من جدول العمال طيب عايزة املأ بايه باسم العامل والكمبو بوكس بتاعي اسمه Q2CMB1 طب تعالوا نشوف الكود ده هيتحط فيه بالزبط وهقول له ساعة ما بخش على الاستعلام بصوا جماعة كده استعلام اتنين هنيجي كده على بصوا كده من اول هنا جماعة دول طبعا الاتنين اللي بدخلوني على الاستعلام ده من الاول خالص عارفينه فيه انا اضافت حاجة جديدة كده هتلاحظوها في حطيت لابل جديد سميته T-Label T-Label ده في التكست بتاعته عشان ابقى عارف انا فين هل انا في الجدول رقم واحد ولا الجدول رقم اتنين ولا في الاستعلام واحد ولا في الاستعلام اتنين لازم بيبقى واضح الكلام تمام تاني حاجة قلت له الdate time baker انا عايز يرجع لتاريخ بتاع النهارده فعشان يرجع لتاريخ النهارده بقول له مساحه اول ما بقول له مساحه بيكتب تاريخ النهارده تمام طيب كان ممكن اقول له ان هتلي تاريخ النهارده ولكن الحكاية مش مستهلة يعني طيب دي اول حاجة بقى بصه كده حاجة على الكود بتاع السيكوال اللي انا مسميه سيكوال وبقول له هتلي الجدول اهو زي ما انت شايفين واحدة واحدة كده اللي انا لسه عامله ووريته لكو بيتضاف ازاي تعالوا كده لحد الاخر اهو وبقول له كومة وهنا كيوتو دي جي فيه تمام مش محتاج اقول فيه حاجة تاني اللي هو الجدول الجديد او الجدول الاديم واشيل منه اللي هو كود عامل المخسر تمام كده طيب تعالوا كده نشغل ونجرب ونشوف بصوا كده جماعة لو انا شغلت تعالوا كده بصوا جماعة هنا انا في جدول البيانات لو رحت لمثلا جدول العمال رح كاتب لي هنا ايه العمال لو رحت بقى للاستعلامات اهو هروح لاستعلام اتنين رح كاتب لي استعلام اتنين طبعا لو ممكن الاستعلام ده يبقى ليه اسمه عبر عن كده ولكن احنا شوفنا طيب ادي اول حاجة عبالي الداتا جريد فيو بالمعلومات وده تقريبا لاستمع ونهوش هقوله دلوقتي وهنا حنعبي ده بأسامي العمال تمام كده تعالوا نشوف الكود ده كمان ده السيكول اللي هو عبالي ايه عبالي الجدول في الداتا جريد فيو طب وهنا الكمبو بالعمود اهو بص جماعة التيبو الاسمه ايه العمال اسم العمود ايه اسم العامل طيب والكمبو بوكس بتاعي اهو Q2 CMB1 يبقى ده اللي بيملى الكمبو بوكس يبقى انا كده عبيت الجدول وعملت الكمبو بوكس فاضل بقى اشوف الزراير دي وانا بضغط عليها ايه اللي بيحصل بصوا معايا كده لو جيت على الزرار الاولاني بقولوا لو ضغطت على الزرار الاولاني ده هتبحس ببحس بكم معيار بتلات معايير يا جماعة اللي هو اسم العامل والتاريخ اللي ابتدائي والتاريخ النهائي طب تعالوا نبص كده لو انا ضغطت على البحس بصوا الكود هو هو كود الايه السيكول وببدأ اكتب الجدول بتاعي عادي خالص وبعدين اشوف الشروط بتاعتي قلنا الشروط بتبدأ من كلمة ايه من كلمة وير طب تعالوا كده نمشي وراه واحدة واحدة وتعالوا نخش هنا في كلمة ايه وير بصوا كده قلتلوا العمود اللي اسمه اسم العامل تعالى فيه وخد معلوماتك اسم العامل حياخده فين من كومبوبوكس 1 اللي هو كيو تو سي ام بي وان دوت تيكست انت يبقى بحط علامة انت التاريخ الاولاني حتاخده منين قلتلوا اولا العمود اللي اسمه التاريخ وحاجة حياخد معلوماته منين اولا هنا التاريخ هنعايزه في الاول أكبر من أكبر من Q2 DTB1 يبقى بياخده Date Time Baker رقم واحد طيب يبقى باخد التاريخ اللي أكبر من Date Time Baker 1 وفي نفس اللحظة حاجي برضو على عمود التاريخ هو هو ولكن حاخد أقل من وهنا Q2 DTB2 .ticket يبقى هنا منينة جماعة Date Time Baker رقم اتنين طيب وهنا طبعا بقوله اظهر معلوماتك في Data Grade View اللي هي Q2 DGV تعالوا نجرب الحكاية دي ونشوف الزرار الأولاني. تعالوا نضغط كده تعالوا كده جماعة ندخل على استعلام اتنين. بصوا معايا كده أنا قلت له ايه في الكود؟ قلت له والله هتاخد الاسم بتاع العامل اللي موجود هنا. وحتشوف التاريخ اللي أكبر من ده والتاريخ اللي أصغر من ده طب تعالوا هنا نحدد التاريخ نقول له مثلا تعالوا كده من 1 1 20 23 والحد النهاردة هقول له ابحث لي عن الشخص أو اسم العامل اللي اسمه واجدي فهنا بحس رح جايب لي زي ما انتم شايفين يا جماعة العامل اللي اسمه واجدي في هذا التاريخ من 1 1 23 لحد 6 1 24 خارج بقى بصه مثلا او جاب للمخزن 70 تلفزيون 70 بوتجاز 40 تلفزيون نوع معين وهكذا يعني في التواريخ اللي هي 27 12 3 1 1 24 28 بيكتب لي كل حاجة بالتفصيل تمام كده طيب لو جيت اخترت اي شخص اخر محمود مثلا وقلت له في نفس التاريخ هقول له هنا اعمل لي عملية بحس رح اقال لي محمود ده جاب 40 تلفزيون في تاريخ 3 1 4 وعشرين وطبعا كود العملية اللي هي رقم 3000 واثنين اختار بقى انت اي شخص يعجبك واعمل عليه بحس هيعمل نفس الكلام طيب هنا بقى الزرارين اللي فضلين واحب بيعمل ايه واحب بيجيب البيانات لانا زي ما انت شايفين كده في البحس هو جاب حاجة معينة اللي انا محدد هاله فبقول له هات لي ايه البيانات فبيجيب لي البيانات اللي هو الجدول الاصلي بتاعي تمام كده طب وعملية المسح وصوا كده جماعة بيمسح لي الكلام اللي هنا فبيرجعني للتاريخ بتاع النهاردة اللي هو 6-1-24 يبقى وبيمسح لي طبعا اسم العمل وممكن اختار بقى اي حاجة تاني وارجع اعمل من اول وجديد عملية البحس ما تنسوش بغير التاريخ حسب التاريخ اللي انا عايزه وبقول له عملية البحس وانا عملت كمان هنا في المسح ضفت عليه كمان اللي هو البيانات يعني بحس يرجع لي الجدول الاصلي لما اعمل عملية البحس تمام كده طيب تعالوا بقى نشوف الكودين اللي هنا طبعا واضحين وحنقولهم برضو ولكن احنا اهم حاجة عايز اروح للجداول اللي انا عملتها عشان عايز اوريكو حاجة مهمة بصوا معايا كده لو ضغطت على الزرار بتاع البيانات هتلاقوا هو هو نفس الكود اللي انا استخدمته فوق اللي هو الجدول الاصلي بتاعي بدون وير ولا اي حاجة لان انا مجرد عايز الجدول اهو الحد النهاية في الداة اللي هي DGV وطبعا قابليها Q2 طيب ولو جيت على الزرار اللي هو احنا طبعا ده كان في البوتون 2 طب في البوتون 3 بقوله مسحلي اهو طبعا اهو الحاجات اللي انا عايز امسحها Q2CMP1.ticket بيخليه فاضي وطبعا الdate time breaker الاولاني بيخليه فاضي والdate time breaker التاني بيخليه فاضي ونفس الكود اللي هو بتاع السيكويل حطيته هنا قرطله رجعلي الجدول الاصلي طيب واحد يقولي بقى ورينا انت بتقول ايه الجداول اللي موجودة في الداتا سيت دي هتعمل فيها ايه اقوله تعالى نروح للداتا سيت كده قوله شايف الجداول اللي قدامك دي تعالى تعالى لي كده وقوله ديليت وتعالى حتى على الداتا سيت نفسه اهي وحقوله ايه ديليت موافق واحد يقولي دي احنا كده بقى هلا قدنا كلها قبلت اقوله ولا قبلت ولا حصل اي حاجة تعالوا كده نشوف مع بعض لو جينا شغلنا ستارت وتعالوا نجرب مع بعض كده جماعة تعالوا ندخل مثلا منتج جديد وعمل جديد ونعمل حاجات جديدة ونشوف كل حاجة هل في حاجة هتتأثر ولا لا تعالوا كده نخش على المنتج احنا عندنا اخر حاجة 1010 خليه هنا 1011 وحقوله تعالوا نضيف مسلا نقول شواية دي من مصر تعالوا نكتب هنا حجم كبير اي حاجة يعني تمام وتعالوا نعمل عملية اضافة ماشي طيب احنا لو جينا بصينا كده احنا طبعا انا حصغر بقى ده لان كده مش باين الحاجات ماشي شباب انا بس روحت زبطت المئاس بتعداتها جريد فيو بصوا كده انا ضفت هنا الشواية ايه في مصر حاجة كبير وده سحب طب تعالوا نضيف كمان اسم عامل لو جيت على العمال لو جيت هنا مثلا احنا اخر حاجة عندنا 11 وتامر امين اي حاجة طبعا اي حاجة وحقول له اضافة ضفنا طب تعالوا بقى نروح لجدول الاصل نضيف فيه كمان انا طبعا ممكن اخلي الترقيم تلقائي ولكن انا مش قصد ان ده ترقيم انا عايزه هنا يبقى كود عملية انا بضيفه زي ما انا عايز طب هنا كود العامل بتاعي احنا قلنا نزلنا واحد جديد اهو ظهر عندي هنا جماعة وحاجة برضو على كود المنتج انا نزلت كود جديد اهو هاخده معايا وضيف بقى اي حاجة خليه مية عشان تبقى بس حاجة مميزة وهنا ده تعالى نقول عادل وتعالى نقول ايه اضافة احنا هنا اهو العامل الجديد بتاعي اللي كود بتاعه 2011 عشان انا كنت تكلف به 2010 تمام وهنا برضو دي 2011 طب تعالوا كده بقى نروح للاستعلام تعالوا نروح استعلام 2 تعالوا هنا نختار تامر امين خلي بالكو بقى في حاجة مهمة انا لو كتبت في تاريخ 6 انا عامل المحصور المفروض كنت حط علامة او تساوي اكبر من او تساوي واقل من او تساوي فاحنا عشان كده هنحط تاريخ قبليه يبقى خمسة وهنحط تاريخ بعديه يبقى هنا سبعة لان انا بقول له هاتلي المحصور بينهم تمام كده وهقول له بحس اللي حصل اللي كودة العملية اللي هي 3021 اسم العامل تامر امين طبعا اسم المنتج والعدد والتاريخ طبعا احنا ممكن انا ما كناش بقى حطينا اسم العامل ما هو ده اسم العامل اللي انا ربا بحس عنه يبقى ما فيش داعي كان ممكن اقول كودة العملية واسم المنتج والعدد والتاريخ تمام كده طيب ارجو جماعة ان انتوا تكونوا عرفتوا ان الجداول دي انا بس مجرد بعملها عشان اخد منه الكود او كان ممكن اكتب الكود بنفسي ومحتاجش اعمل الجداول دي على الاطلاق طب اتمنى الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته